بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجح الوادفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمرجودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كبرة خاصرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أداك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه صغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكال الآخرة وفتولى إن في ذلك لعبرة لمن يحكى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سنكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أغصاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرا يوم يتذكر الإنسان آسعا وبرزت اليحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من طاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت من ذلك من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها